والبداية من فلسطين حيث تصدر خبر وفاة رمضان شلح رئيس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيا وعربيا فمن هو هذا القائد الذي أحزن خبر وفاته الكثيرين؟ رمضان عبد الله شلح هو زعيم سياسي فلسطيني من مواليد الشجاعية في غزة بفلسطين وأحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والأمين العام لها بعد وفاة قائدها ومؤسسها فتح الشقاق عام 1995 عمل أستاذا في الاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة وعمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوب فلوريدا نستعرض جزءا من مقابلة قديمة لشلح وهو يتكلم عن بعض مبادئه وأفكاره التي بقيت راسخة في بال الجميع نتابعنا التخلي عن القدس هو تخلي عن مكة وأنا قبل أسابيع في شهر رمضان دعوت إلى التوأمة وإلى ربط مكة بالقدس ما حد يتوصل من واجبه ما حد يتخلى عن مسؤولية القدس لأن القدس إذا ضاعت وحسم المشروع الصهيوني انتصاره نهائيا على هذه الأمة بعد ذلك الدولة القطرية التي تدير ظهرها للقدس وفلسطين لم يستقر لها قرار في هذه المنطقة سندخل إلى استعمار وإلى مرحلة ما بعد الدولة القطرية لا أحد يظن أنه إذا ضاعت القدس سينجو بنفسه الدولة القطرية نفسها اللي فرحنين عليها 22 دولة الآن ستفتت وتقسم كل دولة سنتجها تتحول إلى دول كما قالوا تقسيم المقسم وتجزئة المجزة هذا في زمن العولمة ما ينتظرنا لدخول مرحلة ما بعد الدولة لنشاهد ماذا كتب الناس في وفاة الدكتور رمضان نتابع معا التغريدات وأيضا البوستات على الفيسبوك نشوف أول تعليق عبدالهادي العجلة سيكون رحيل الدكتور رمضان الخسارة الثانية لفلسطين الأكثر إيلاما وحزنا بعد رحيل ياسر عرفات ممن يتوافق عليه اليسار واليمين لقد كان زاوية من زوايا فلسطين وصاحب القول الحق والفصل انظروا لحزن وناعي الشباب وستعرفون من هو القائد الحقيقي والحكيم والوحدوي والممثل للشعب نشوف أيضا بوست آخر أو تعليق آخر تامر المسحال عن بيقول رحم الله القائد الوطني الفلسطيني الدكتور رمضان شلح ستفتقدك فلسطين والأمة قلتها منذ زمن بعيد ان التخلي عن القدس يعني التخلي عن مكة والتنازل عن القدس كما يحدث سورة الإسراء من القرآن الكريم انها صوابية البوصلة والمنهج نشوف أيضا بوست آخر أو تغريدة أخرى عمر الأقرع عن بيقول هنيئا لك يا دكتور رمضان شلح بقاء الله دون بقاء الله بلقاء عفوا الله دون أن تفرت أو تفرت بشبر من أرض فلسطين كل فلسطين فإنني أشهد أنك قمت بقيادة مرحلتك بكل حكمة وأخلاص ووفاء للوطن والشهداء والأسرى ونجحت بعدم وقوعك لخطيئة الشعب والوطن والأرض نسأل الله لك الجنة وأن يجمعك مع الأنبياء والشهداء والصالحين خسر الوطن هاما عالية نشوف يمكن في بعد تعليق أو بوست عمر عم بيقول رحمه الله رغم دعم إيران له إلا أنه لم يفكر يوما بمنصب في وجود الاحتلال وكان حريص على وجود كل المكونات في المجتمع الفلسطيني كان مسلما مناضلا وترفع وترفع عن المناكفات والتجاذبات السياسية حافظ الراحل رمضان شلح على خط مرن مع حركتين فتحوا حماس بالرغم من الانقسام الداخلي ربما كان هذا آخر بوست بخصوص هذا الموضوع